ترجمة نانسي قنقر وخلال اللقاء أكد ساعدت الوزير أهمية الاستمرار في تعزيز الشراكة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة في المجالات كافة خاصة في مجال الطيران المدني مشيرا إلى حرص واهتمام مملكة البحرين بمتابعة تطبيق المعايير الدولية كافة والاستمرار في تحقيق أعلى مستويات السلامة في مجال الطيران المدني ويأتي التدقيق من قبل إدارة الطيران الفدرالي الأمريكية كأحد المتطلبات الرئيسية لإصدار الرخص اللازمة لتشغيل رحلات مباشرة للناقلات الوطنية للمطارات الأمريكية ترجمة نانسي قنقر